السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيب ان شاء الله النهاردة هنتكلم عن استخدام لربط فاعلي يعني لما دربط بيها فاعلي اجمع بيها فاعلي او انفي بيها فاعلي ايطار ازاي استخدامهم ده اللي هنشوفه النهاردة ان شاء الله تعالوا نشوف اول حاجة خالص وهي كلمة معناها كل امن طبعا الرابط اللي بيجي معها دايما هو تاني لما هجيب مفؤول ومفؤول اخر اما لو مفيش بجمعه هجيب وراها اسم جامعة الا طول فهجيب كلمة بوس بس طبعا بوس ان او كلمة بوس عموما الحبابي طالما زكرها فدايما الفعل بتاعي جامعة الفعل بتاعي جامعة ما ينفعش يكون مفرد ابدا الفعل بتاعي جامعة ما ينفعش يكون مفرد يعني لما جاقول لك احمد علي اقول لك في الاختيارات هتقول لي أصلا هو قال كلمة teacher يعني كلمة both and معناها دول اتنين فده دايما جمعي فبالتالي هقول are فأقول both أحمد and علي are teachers دماجي أقول لك مثلا both math and Arabic يعني كل من الرياضة والعربي is والله are difficult فأكيد طبعا هتقول لي are لما أسألك ليه تقول لي طالما both and فحجيب على طول الفعل لجمع لما أقول لك both Ali and Hany كل من علي وهاني لاحظ بقى اللي جي مع both and وجا أقول لك كده likes تي تقول لي لا خطأ ليه لأن both and الفعل بتاعها جمع فحقول like ثاني هقول like طيب both لما يجي وراها اسم جمع واحد قال لي خلاص مش بحتاج كلمة and وبرضو الفعل لجمع طيب both لما يجي وراها اسم جمع بقول both وبعدين أقول الاسم الجمع على طول أو both of وبعد كده الاسم الجمع هي هي حبيب وبرضو كده كده الفعل اللي جاي وراها وفعل جمع مش فعل مفرد أبدا لما أقول لك كده both student ولا students يعني كلا الطالبين بيفضلوا القراءة هتقول لي لا لأن both الاسم اللي جاي وراها جمع ما ينبعش أجيب مفرد لما أقول لك both of my parents ولا parents live abroad هتقول لي لا both of my parents ليه لأن both of هيجي وراها اسم جمع قال لي كمان ممكن الاسم الجمع يجي قبل both وعادي جدا برضو الفعل بتاعي جمع يعني تلاقي اسم جمع وبعد كده جايب لي both وبعد كده جايب لي برضو فعل جمع شكري لما أقول لي كده my parents both my parents both يعني كلا من والدي يجي قول لي كده يا طالب works ولا work in a hospital يعني كلا من والدي شغالين في المستشفى هقول لي ليه الفعل اللي جاي مع كلمة both حبيبي بايما جمع بإذا both بيجي معها and لما أجيب فاعلين اتنين both ممكن يجي وراها الاسم الجمع بشرة او of بعدين الاسم الجمع او برضو كده كده الفعل جمع او الاسم الجمع ييجي وكده كده برضو الفعل جمع طبال ايه حكاية يا مستر either or قال لي either or معناها اما او يبقى انا عارف ان either بيجي معها or اما او وهنا حبابي بقى انا ماشي مع الفاعل التاني يعني الفاعل التاني ده بجيب الفاعل على اساس يعني لو الفاعل التاني ده مفرد يبقى اجيب برضو فاعل مفرد لو الفاعل التاني ده جمع اجيب برضو فعل كم عيبا اذا either or انا ماشي مع الفاعل التاني يعني لما اقول لك either علي or hana وقال لك في الاختيارات is والله are ready هتقول لي اه طالما في either or حمشي مع هاني اللي هو الفعل التاني او القريب فبالتالي هقول is طالب لما اقول لك either hany or you هقول لك is والله are ready هتقول لي اه هنا انا بطبع الفعل التاني فبالتالي هقول or يبقى اذن حبابي دايما في either or بروح للفاعل التاني عشان اقدر اجيب الفعل بتاعي طيب لو either يا مستر جي وراها اسم مفرد بس يعني جي وراها اسم واحد بس فالاسم ده هيكون مفرد طب قال لي الفعل بتاعي برضو هيكون مفرد ما ينفعش اجيب فعل جمع يعني لو انا بشتري تي شيرت مثلا والتي شيرت ده بيسألني اي تي شيرت الافضل فحقول له either t-shirt اي تي شيرت فيهم يعني is والله are fine اي واحد فيهم كويس قال لي يبقى اذن حقول is ماقولش or يبقى لو جاب لي ولا either اسم مفرد على طول الفعل بتاعي لازم يكون مفرد طيب لما هيجيب لي either of قال لي هنا بقى هيجيب لي وراها اسم جمع تاني either of هيجيب لي وراها اسم جمع وهنا برضو حبيبي الفعل مفرد يبقى انت الفعل اختلف بس قال لي لما يكون في either or ما يخلي الفعل على حسب الفعل التاني طيب امال لما يجيب لي either بس وراها اسم مفرد او either of جاب وراها اسم جمع كده كده الفعل بتاعي حبيبي مفرد يعني لما اجي اقول لك حبيبي either of يعني اي حد من الاولاد لاحظ ان either of بي وراها اسم جمع اقول لك has ولا have to answer two questions او يعني اي حد من الاولاد المفروض انهم يجاوب بسؤالين اتنين هتقول لي has لايلا ان either of اللي جاء وراها اسم جمع بجيب معاه فعلة مفرد يبقى اذا either of انا تبع الفعل التاني او القريب either مفرد او مفرد either of جمع برضو انا مفرد طيب نفس الكلام نفس الكلام قال لي معه neither قال لي بس neither حبيبي بيجي معها nor مش or وقال لي هنا برضو انا تبع الفعل رقم اتنين يعني انا بجيب الفعل حبيبي على حسب الفعل رقم اتنين اللي جاي بعد كلمة nor يعني لما اجي اقول لك neither mona nor her parents يعني ولا mona ولا والديها وقال لي كده في الاختيارات was وقال لي where at the party يعني ولا mona ولا والديها كانوا في الحفلة هتقول لي لا where طب لي ما اقولش was هتقول لي عشان her parents يعني والديها طب يا مصدر لو عكست يعني لو قلت مثلا neither mona's parents nor mona وقلنا كده was ولا where at the party هتقول لي اه برضو انا ماشي مع الفعل التاني اللي هو mona يبقى ازا هاخد was نفس الكلام بقى حبيبي neither لو جي وراها اسم مفرد فالفعل بتاعي مفرد تاني neither لو جي وراها اسم مفرد فالفعل بتاعي مفرد على طول يعني لما اجي اقول لك neither friend neither friend يعني ولا صديق اقول لك كده no ولا knows about my accident يعني ولا واحد من الاصدقاء يعرفه عن حد سيتي هقول لك اه طبعا ما قال لي neither اسم مفرد على طول لازم اجيب فعل مفرد فلازم اقول حبيبي knows طب يا مصدر لما اجيب لي neither of قال لي لو قال لي neither of هيجيب لي وراها يا اما اسم جمع يا اما ضمير جمع تاني يا اما اسم جمع يا اما ضمير جمع تاني حبيبي neither of هيجيب لي وراها اسم جمع او ضمير جمع وهنا برضو شكل either كده الفعل بتاعي بيكون مفرد مش بيكون جمع يعني لما اجي اقول لك مثلا neither of these films يعني ولا واحد من الافلام دي هو اجي اقول لك في الاختيارات is ولا are interesting يعني ولا واحد من الافلام دي شيك حتقول لي اه طالما قال لي neither of هنا ما غرميش الاسم الجامعة اجيب ار لا لازم اجيب is فقول neither of these films is interesting طب حبيبي الضمير اللي بييجي بقى بعد either of او neither of ثاني الضمير اللي بييجي بعد either of or neither of قال لي دايما بيكون ضمير مفعول ما ينفعش يكون ضمير فاعل وبرضو الفاعل اللي جاء وراه مفرد يعني لما يقول لي neither of them ولا neither of we اقول له لا neither of us خلاص برضو لو قال لي neither of you يبقى انا عارف ان you دي جامعة مش مفرد وبرضو نفس الكلام الفاعل اللي جاء وراها لازم يكون مفرد مش جامعة لما ييجي قول لي كده neither of they ولا them ويديني في الاختيارات برضو is ولا are married يعني مفيش ولا واحد منهم متزوج فقول له neither of حييجي وراها ضمير مفعول ما ينفعش يجي ضمير فاعل طيب is ولا are حقول له لا is لان neither of اللي بيجي وراها اسم جامعة الفاعل بتاعها بيكون مفرد قال لي طب اذا كانت الجملة منفية قال لي لا اذا كانت الجملة منفية ما ينفعش اجيب ابدا كلمة neither لان neither نفسها نافية ما هيش اثبات يعني ما اجا اقول لك I don't have ما اجا اقول لك كده في الاختيارات either ولا neither pens or ولا nor box اوه يعني انا مش معايا ولا الام ولا كتب هتقول لي لا طالما جيبت نافية او هتجيب neither هقول either وطبعا either هيجي معاها or مش nor تعالوا حبابي بقى نشوف كلمة all او لا يعد لما اجا اقول لك كده حبابي all my students كل الطلبة بتوعي is or 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 black هتقول لي لا all the bag يعني كل الشنطة سودة يبقى is black طب ايه الفرق بقى مصر لما هيقول لي all of مع ضمير جمع او مع اسم جمع either either of the students love ها هيجي وراها اسم جمع او اسم لا يعد تاني اسم جمع او اسم لا يعد طب الفعل بتاعي قال لي الفعل بتاعي دايما مفرد مش جمع تاني non of جاي وراها على طول فعل مفرد مش فعل جمع يعني ما اجا اقول لك كده none of my sisters او يعني ولا واحدة من اخواتي واجا اقول لك is والله are a doctor هتقول لي اه طالما قال لي non of كده كده لازم اجيب الفعل بتاعي مفرد فلازم اقول is طب اذا كان ضمير اللي برضو هيبقى ضمير مفعول وجمع يعني ما هيقول لي كده none of them يعني none of them ولا واحد بينهم بيقول لي في الاختيارات want ولا want pizza ولا واحد منهم يريد pizza اقول له none of الفعل بتاعي على طول مفرد فلازم اقول none of them want يبقى none of الاسم اللي جاي وراها جمع او اسم اللي لا يعد الضمير دايما ضمير مفعول طب الفعل الفعل بتاعي حبيبي لازم يكون مفرد يعني ونوك نيجي وراها اسم لا يعد هقول لك اه لما اقول لك none of this information ما اقول لك في الاختيارات is والله are important يعني ولا حاجة من المعلومات دي مهمة هتقول لي oh is كده كده none of الفعل اللي وراها مفرد وكده يبقى انا عرفت الفرق بين both and either or neither nor all وكمان كلمة none لما بيربطوا بين فاعلين thank you very much for watching but don't forget like share subscribe and don't forget the bell so that you can watch all our episodes يلا لو عجبتك الحلقة اللايك بتاعك الجميل وشار لكل زمالك عشان الكل يستفيد جوب بقى السلام عليكم موسيقى